دور الفلسفة في حياتنا اليومية عنوان الملتقى الحواري الذي أجري في مكتبة الأسد بمناسبة يوم الفلسفة العالمية وبرعاية وزارة التربية وحضور كبير من موجهي ومدرسي وطلاب مادة الفلسفة من أهمية الفلسفة أن يقول الإنسان هدف بهذه الحياة ومن خلال هذا الهدف يتبنى فلسفة لتحقيق هذا الهدف وبالتالي عندما نتحدث عن الفكر الفلسفي وعن الفكر الرياضي وعن الفكر الاقتصادي تكون هذه الأفكار قد نشأت في ظروف اجتماعية اقتصادية معينة بل ورد التفكير معين لدى أبنائنا المتعلمين حتى تكون لهم فلسفة خاصة بهم عندما يكبرون لحققون أهدافهم التي كانوا قد ارتأوها وهم أطفالاً فلسفي لها دور مهم في بناء الإنسان السليم في بناء الإنسان المنطقي بالتفكير في بناء الإنسان الذي يتمتع بالقيمة الأخلاقية المطلقة وكلما ازداد العمق في الأبحاث الفلسفية كلما ازداد قيمة التفكير أكتر فلذلك نجد أن وزارة التربية أطلقت هذا اليوم من خلال مجموعة محاضرات وخاصة هذه المحاضرات تؤشر بشكل كامل على القيمة الفعلية والدور الأكبر للعقل في آلية التفكير هذا الحوار تضمن عدة لقاءات ومحاضرات عن أهمية الفلسفة في حياتنا اليومية والمجتمع إضافة إلى عرض مسرحي صغير يجسد الصراع الثقافي السائد في العالم وكيفية التعاطي معه دائما وأبدا الفلسفة لا تغيب عن سلوكياتنا عن تصرفاتنا عن حياتنا اليومية وبالتالي هي تصوب وتصحح أخطأنا من موالطات منطقية أو انحرافات قد تكون غير مقصودة وبالتالي هي عصب أساسي مناقشة قضايا محورية بالنسبة لمادة الفلسفة وأهميتها في حياتنا وخاصة بعد أن أصبحت المناهج المطورة تدخل في صميم حياتنا من خلال الطرحات التي تطرحها في هذه المناهج هناك تحديات كثيرة في هذا اللقاء نحن سنكون على وقفة مع هذه التحديات وأهم التغيرات التي وخاصة أن التغيرات أصبحت تمس حتى طريقة وضع الاختبارات على كافة المستويات وتتناول جميع مقاييس التعلم والمهارية والوجدانية عند الطالب الفلسفة كانت وما زالت الفكرة الإنساني المنطقي والنقد البناء للوصول إلى مجتمع أخلاقي واع قادر على مواجهة مزالق الشر واجدنابها